شمابو وارو روحو خاليشو حاضلوهو شاريرو هاميني إخوتي نحن اليوم في الأحد الرابع بعد القيامة والإنشين المقدس اللي اسمعناه قبل شوي قرأنا فيه قسمان قسم الأول هو دعوة لاوي اللي هو نفسه الرسول متى متى العشاء كان لاوي عشارا يعني من هالناس اللي كانوا منبوذين بالمجتمع اليهودي لأنه كانوا يشتغلوا عند السلطة الرومانية وكان يشبي الضرائب من الناس ومعروفين العشارين بالفساد لأنه كانوا ياخدوا رشو من الناس وكانوا أيضا يظلموا الناس كانوا ناس ظالمين فكان سيطن سيء جدا ومع ذلك نحن نرى أن السيد المسيح لم يخف أن يقترب من لاوي وأن تبدأ الإشاعات والكلام أن السيد المسيح له أشغال مع لاوي أنه ممكن أن السيد المسيح يأخذ أيضا من المال الفاسد الذي يأخذه لاوي لم يخف السيد المسيح أن يدعوا لاوي أن يكون من الاثنين عشر ليس فقط لم يخف منه ولكن كان عنده رجاء أنه إذا دعا هذا الإنسان قد تتغير حياته تتغير سلوكيته ويصير من أتباع السيد المسيح فكان السيد المسيح كلما يمر إلى دار الجباية ليؤدي أيضا هو الضريبة لم يكن هدف السيد المسيح أن يعيد لقيصر ما لقيصر هو علم هذا الشيء ولكن كان الهدف أن يصطاد في دار الجباية تلك النفس المتعطشة إلى الخلاص أن يصطاد لاوي فكان بمروره لعنده بالكلامة وممكن بنظرة أقاه على لاوي كان هذا سبب أن يجذب فيما بعد لاوي ويصير من أتباع السيد المسيح قال له السيد المسيح كلمة واحدة بالإنجيل القرنية كلمة واحدة إتباعي هذه الكلمة قديش مهمة وقديش كان لأثر في قلب لاوي اسمعنيها الأحد الماضي الأحد الثالث بعد القيامة قالها السيد المسيح لبطرس وقال له بعد القيامة أكيد كان إلى في بداية دعوة بطرس ولكن بعد القيامة كان إلى أهمية كبيرة بطرس كان يريد أن يسبق السيد المسيح إلى الصند أن يقدم نفسه على السيد المسيح قال له حاشا لك يا راك وأتقال السيد المسيح أنه سوف يسلمونني وكذا وإذا تركك الجميع أنا لا أتركه وكان هو مستعد أن يموت من أجل السيد المسيح ولكن مثل ما بيشرح لنا ماري عقوب السروجي بيقولنا لم يكن ممكن أن يموت أحد بدل السيد المسيح لم يكن يجدي أن يموت أحد ما كان ينفع يموت بطرس قبل أن يموت السيد المسيح لأن السيد المسيح هو المعلم وموته وحده هو اللي يخلص العالم فما كان ممكن أن يسبق التلميذ المعلم السيد المسيح قال من أراد أن يكون لي تلميذا فليكفر بنفسه وليحمل صليبه ويتبعني أنا أولاً أصلاً هو يتبعني وبيجي بعدين ما بينفع يا بطرس أن تموت قبل أن يموت السيد المسيح هكذا ما بيشرح ماري عقوب السروجي بيقول القدرة الإلهية مثل أرامضه لبطرس أن ينكر لأنه لم يكن ينفع أن يموت شف له عذر لبطرس أنه ربنا دكبر أن ينكر بطرس السيد المسيح لأنه لا يريد أن يموت قبله لأن موته في ذلك الوقت لم يكن ينفع ولكن بعد أن مات السيد المسيح وقال في ذلك الوقت بطرس عليه أن يتبع السيد المسيح أن يسير الآن هو في درب الآلام أن يصلح مثل ما صلب معلمه الآن يستطيع أن يتبع السيد المسيح هكذا أصبح بطرس تلميذ بكل ما للكلمة من معنى التلميذ هو الذي يكون مع السيد المسيح نقرأ بالإنجيل أن السيد المسيح اختار الاثنى عشر ويقلنا بإنجيل اللوقا ليكونوا معه هذا من هو التلميذ هو الإنسان الذي يكون مع السيد المسيح ويتبع السيد المسيح في طريقه أي يحمل صليبه ينكر نفسه ويتبعه هذا الشيء الذي يعمله متى العشار متى الذي التسق بإسمه لقى العشار ما كان في خجل أن يكتب متى إنجيله ويدون اسمه في إنجيله ويقول اختار السيد المسيح نعشر رسول ويضع أسميهم ويضع اسم دائما توما قبله توما الذي كان شكاك حط له اسمه بلسة ١٢ قبله وهو دائما مع اسمه لقى العشار يلي في العقلية اليهودية تساوي الفاسد لأنه مثل ما حكينا هالعشرين كان سيتهم فاسد فدايما متى أولاوي العشار السيد المسيح مثل ما قلنا لم يخف أن تصطبغ سمعته بالسوء بسبب متى واقترب منه واختارب وجلس معه حتى أنه لاوي بعد ذلك بإن الإنجيل عمل له عشل السيد المسيح وذهب السيد المسيح مع تلاميذي ولكن اليهود اغطازوا من هذا الشيء قال كيف معلمكم يأكل مع الخطاب والعشرين فعلا تصرف السيد المسيح مع الخطاب يمكن أن يعثق ممكن أن نفكر أن السيد المسيح ركيبه من حبل شوف بطرس أنكر السيد المسيح وكيف بكلمة سامح نشوف كيف اللص على الصليب كيف أيضا السيد المسيح قاله اليوم تكون معي في الفردوس لمجرد أنه طلب أن يفكره في ملكوته نشوف الخاطئة كيف أن السيد المسيح اذهبي ولا تخطئ بعد كيف حرره من ظلم المشتبع اللي كان جايب ويرجمه لهذه الخاطئة إلا اذهبي ولا تخطئ ثانية سيد المسيح أعطى هذه المغفرة وصاروا هالأشخاص مثال لإنا في التوبة إن كان الخاطئة واللص والعشار دايما نذكرهم بصلواتنا صلوات التوبة بطقوسنا منقول أه مغسوا وثوا وحاطيتوا وقايوسوا مثل العشار واللص والمرأة الخاطئة اقبلنا يا رب افتح لنا باب التوبة طبعا بطرس كمان سمعان بطرس هو مثال كبير لأن في العودة إلى الرب ولكن الفريسيين لم يكن يقبنون أن السيد المسيح يأكل ويشرب مع هذين العشارين لأنه بعقليتنا الشرقية الذي يأكل ويشرب مع شخص آخر يعني في بينه وبينه خبز وملك في شركة في صداقة ليس مجرد عزيمة خارجية الفصح اليهودي كانت من قواعده أنه لا يجوز أن تأكل الفصح اليهودي مع شخص غريب هذا الفصح مقدس للرب ما بيجوز شخص غريب يأكل معنا قديش كيفي نعمة حميمية في العشاء وفي الأكل معنا فإذا السيد المسيح عندما يأكل مع الخطاب والعشارين كان هذا الشيء يعثر اليهود فالسيد المسيح قال لهم ليس الأصحاء بحاجة إلى طبيب ولكن المرضى بالتالي أنا لم قد لأدعو صديقين بل خطاط للتوبة إذا أنا كنت أكتر من هؤلاء الخطاط أكتر لأدعوهم للتوبة وهذه الكلمات هي سؤال يسأل لكل إنسان هل أنا أحصي نفسي مع المرضى أم مع الأصحاء مع الصديقين أو مع الخطاط المدعوين إلى التوبة الإنسان بحس حاله هو إنسان صحيح صديق بار هو بالتالي إنسان مريض ولا يشعر بمرضه ولكن الإنسان الذي يحصي نفسه مع الخطاط ومع المرضى فهو الإنسان المستعد أن يأتي يسوع إليه أنا لم أتي إلا لأدعو الخطاط والمرضى فإذا كان إنسان يريد أن يأتي يسوع إليه يجب أن يحصي نفسه مع المرضى والخطاط المدعوين إلى التوبة هون السيد المسيح بعد ما إشت الانتقادات لأله ولتلميذ وقالوا له ليش تلميذ يحنى يصمون وليش تلميذك لا يصمون تلميذ الفريسيين يصمون تلميذك يأكلون ويشربون سيد المسيح قال لهم كيف تريدون من بني العرس أن يصوموا مدام العريس معهم حين يرفع العريس يرفع العريس عنهم حين إذن يصومون كيف تكون بفرح أن يصوم أهل العرس حدا راح على العرس مشاهدون أنه مقدمين أكل صيامة أو أكل عادي جدا بالعرس يكون في مقدمة يكون في فرح العالم تأكل وبتشرب وبتفرح وهي أيضا ما دام العريس له سيد المسيح مع التلاميذ ليس هذا وقت الصوم ولكن متى رفع المسيح وصعد إلى أبيل حين إذن تبدأ مسيرة الجهاد في الكنيسة والأصوام والنسك والتقشف التي يفعلها الرسل وبيقول لهم مثل أنه لا توضع خمرة جديدة في زقاق عتيقة لألا تشق الخمر الجديدة الزقاق فتتلف الخمرة وتبلأ الزقاق هل مثل عرس وخمر جديدة وخمر عتيقة لإرينها بأقوال السيد المسيح؟ أكيد رح تذكرنا بعرس قان الجليل هناك في الأرس هناك في خمر ما المقصود من مثل السيد المسيح ومن كلامه إلى اليهود؟ أقول لهم عقولكم هي الزقاق العتيقة ولا يمكن هذا التعليم اللي عم علمكم هي كيف تتعامل مع القطار أن يدخل في زقاق عتيقة في عقول عقلية أدينة مشققة يجب أن تغيروا هذه الذهنيات هذه العقول لتتقبلوا التعليم الجديد اللي هو تعليم العهد الجديد الذي أدى به السيد المسيح اللي سميه ونشبهه بالخمرة وقالوا ورح تقولولي يلي بدوء الخمر بأن الخمر القديمة أطيب أكيد رح يقول لنا يلي بيعرف بالخمر بشرى الخمر هو القديمة أطيب وأنت عم تشبه تعليمك بخمرة جديدة وبالتالي تعليم العهد القديم أطيب من تعليمك هو مثل الخمرة القديمة اللي معتها ولكن تعليمك أنت تعليم جديد مثل خمرة جديدة بقالة أعمل ولكن السيد المسيح اجترح معجزة في وقت آخر في قان الجليد أعطى فيها خمرة جديدة أطيب وألاذ من الخمرة العتيقة وأظهر أنه ما يعطيه الرق في أي وقت كان هو الأطيب والأفضل لأنه يريد لنا كل ما هو أفضل له المجد إلى الأبد أمين شكرا